المزيد من تفاصيل والتحليل حول مباراة دوري أبطال أوروبا ينضم إلينا من برشلونة المحلل الرياضي سيد يوسف التمسماني صباح الخير سيد يوسف وبداية جولة جديدة من مباراة دوري أبطال أوروبا ولكن تشهد مواجهات قوية لو تحدثنا بداية عن مواجهة ريال مدريد وميلان وكيف ترى هذه المواجهة بعد الخسارة الأخيرة لريال مدريد في الدوري الإسباني أهلا من فادي صباحك سعيد وتحية طيبة لكل مشاهدين الأعزاء بطبيعة الحال أظن أن ريال مدريد اليوم الليلة أمام فرصة لإعادة الاعتبار ولإعادة معنوياته إلى الشكل المعروف إذا كان كل المتتبعين للشؤون السياسية يراقبون الانتخابات الأمريكية فكل المراقبين والمتتبعين لشؤون الساحرة المستديرة ينتظرون مباراة اليوم ريال مدريد بعد الصفعة وأقولها بهذه العبارة التي تلقاها من برسلونا بأربع أهداف نظيفة في قلعة سانتياغو برنابيو يحاول الآن استعادة هيبة قلعته التي طالما استفاد من قوتها ومن تلك الهالة التي تلف الفريق هناك في سانتياغو برنابيو ريال مدريد ما زال تائها والجميع ينتظر أن أنتشلوتي في هذه التسع أيام الأخيرة التي لم يلعب فيها ولا مباراة خصوصا بعد تأجيل مباراته ضد فالينسيا بسبب الفيضانات التي تضرب إسبانيا فالجميع يتمنى أن يكون أنتشلوتي قد استغل هذه الأيام التسعة لمراجعة أوراقه وترتيب أفكاره خصوصا أنه ما زال يعاني بشكل كبير ببعثرة في الشق الهجومي فينيسيوس ومبابي معادلة لم يجد لها أنتشلوتي الحل هما الاثنان يريدان اللعب في الجهة اليسرى بينما هو يصر على إقحام أمبابي كقلب هجوم كذلك الدفاع أظهر على تدبدب وهشاشة كبيرة جدا في المباراة الأخيرة ضد برسلونا تلقى فيها أربع أهداف لكن كذلك ضد ليل عند تلك الخسارة في ليلة سوداء في تشامبيونس ليج وسط الميدان كذلك تائه يتمنى الجميع أن يرى وسط ميدان ريال مدريد بمثانة وصلابة وكذلك بأفكار جديدة سنرى ظالفيردي سنرى تشواميني سنرى مودريد سنرى مجموعة من اللاعبين ومستواهم هذه التسع أيام التي كانت فيها ريال مدريد متوقفا عن التنافس لا ندري إن كانت ستكون في صالحه يعني أخذ اللاعبون قسطا من الراحة إلى آخره أم أنها ستكون ضده لأنهم فقدوا نوعا من التنافسية ونوعا من الإيقاع التنافسية لكن هل ينجح أن شيلوتي في أن يحل اللغز بالنسبة لمواقع اللاعبين أم قد يؤدي به الوضع إلى الرحيل مثل ما حدث مع فرق أخرى هو رحيل أن شيلوتي من الصعب لأنه ما حققه مع ريال مدريد يعني يصعب على مدرب آخر أن يضاهي هذه الأرقام لكن أن شيلوتي يمكنه أن يمل من ريال مدريد فالملل هو عدو أن شيلوتي يمكنه يعني أن يرى أن لا حلول له في ريال مدريد فيفضل الرحيل أو ربما الاستراحة لموسمين أو موسمين عن التدريب لكن يبقى الأهم هو أن أسي ميلون بالرغم من أنه لا يتوفر سوى على ثلاث نقط في الشامبيونس ليك وأن مستواه يعني نوعا ما متدبد في البطولة الإيطالية وفي كل هذا الموسم لكن حداري الأندية الكبرى تكبر مع المباريات الكبرى وأسي ميلون اليوم سنرى وجها مخالفا تماما لما نعرفه عن أسي ميلون لأنه سيعرف التنافس مع ريال مدريد بالتأكيد ما أبرز الغيابات الليلة من الفريقين؟ أنا أظن أن أهم غياب بالنسبة لريال مدريد هو غياب الحارس كورتوى الحارس كورتوى يعني إصابته لا أدري إن كان المعلومات تقول أنه سيكون غائبا هاته الليلة اللهم إذا استثنينا مفاجأة وكان هذا سلاحا من أنتلوتي يعني يخفيه على الصحافة لكن في الغالب كورتوى غائب هذه الليلة ونعرف قيمة كورتوى ربما هو بغض النظر عن جوائز البالوندوخ يبقى كورتوى بالنسبة لأفضل من الحارس مارتينيث الذي فاز بجائزة أفضل حارس وهو يعني منقض ريال مدريد في مجموعة من الفرص كيف قد يكون تأثير عودة رودريغو؟ رودريغو تأثيره هو سلبي بالنسبة لريال مدريد أكثر منه إيجابي لماذا؟ لأن أنتلوتي مرغم على إقحام رودريغو كمهاجم ثالث مع التنائي مبابي وفينيسيوس لكن عند إقحام رودريغو فأنت تفقد لاعب وسط ميدان رابع وبذلك فالفريق يفقد توازنه على مستوى الخطوط فنرى الخطوط منكسرة أو متباعدة بشكل كبير فربما بدون رودريغو وفقط بمهاجمين بأسلوب الأربعة أربعة إثنين يكون ريال مدريد أكثر تماسكا من منظومة الأربعة ثلاثة ثلاثة إذن ننتقل إلى مواجهة أخرى ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة وهي مباراة ليفر بول مع باير ليفر كوزين ومنافسة محتدمة على صدارة الدوري الأوروبي ولو لمدة 24 ساعة حتى حداري الآن عندما نتحدث عن ليفر بول فإننا نتحدث عن سيد البريمير لي هو المتصدر هو المتزعم هو الذي يمتعنا بمباريات شيقة جدا أسلوب جميل جدا كذلك نرى أن المهاجمين لهم فعالية كبيرة جدا أمام التهديف وكذلك يمارسون ضغطا عالي على الخصوم في عملية إخراج الكرة وسط الميدان كذلك في الأدوار الدفاعية يساند الدفاع بشكل فعال وكبير جدا وكذلك في الشق الهجومي فهو يعني وسط ميدان فنان كما نقول بلغة كرة القدم وكذلك يساعد في عملية الضغط عند صعود المهاجمين لعملية الضغط فهو يرافق كذلك أظن أن سر نجاح ليفربول هذا الموسم هو وسط الميدان لكن بالتأكيد التشامبيونس ليغ لغة أخرى التشامبيونس ليغ يعني الآن سنرى مباراة ستكون محتدمة بشكل كبير جدا خصوصا وأن تشابي ألونسو هو مدرب يعرف من أين تؤكل الكتف يعرف كيف يتعامل مع الأندية الكبرى يكفينا أنه يعني الموسم السابق أدى مباريات تكتيكية جميلة جدا ومهمة جدا بالنسبة للمحللين فبالتأكيد ستكون كذلك مباراة شيقة للغاية أيضا هناك مباراة أخرى مباراة مانشستر سيتي الذي خسر مؤخرا محليا أمام بورنموس على موعد مع مباراة ليست سهلة مع سبورتينج لجبونة كيف ترى هذه المواجهة؟ ليته فقط خسر المباراة الأخيرة أظن أن مانشستر سيتي الآن هو ذلك الأسد الجريح يمكننا أن نرى مباراة كبيرة جدا في محاولة إتبات الدات أو يمكننا أن نرى مباراة على منوال المباراة الأخيرة وأقول ليته فقط خسر المباراة الأخيرة لأنه كذلك تم إقصاؤه من الكأس وهذه ضربة كانت قاسية بالنسبة لغوارديولا ولكتيبته وحتى للإدارة التقنية لنادي مانشستر سيتي غياب هالند في المباراة الأخيرة يعني ترك مجموعة من علامات الاستفهام وغوارديولا نوعا ماتائه ويذكرني بموسمه الأخير مع بارسلونا عندما أصابه مثل ما قلت على أنتشلوتي أصابه نوع من الملل وغوارديولا يحب التجديد ويحب التحديات الجديدة وربما أصابه الملل الآن في مانشستر سيتي وربما سنرى تحركات في هذا المركات في نهاية الموسم خصوصا إذا كانت النتائج غير مرضية بالنسبة للمدرب الكاتلاني وبالنسبة كذلك لمانشستر سيتي أشكرك شكرا جزيلا المحل الأرياضي سيد يوسف التمسماني كنت معنا من بارسلونا ترجمة نانسي قنقر